انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل أركان لبعض المصابين من العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش البورمي في الولاية تحدث في الفيديو شخص يدعى أبو عمار جنوني حيث ذكر أنهم ليسوا إرهابيين وأنهم انتفضوا لاسترجاع حقوقهم المسلوبة مبينا أنهم أصحاب حقوق وليسوا إرهابين لا استرجاع حقوق المسلوبة ترجمة نانسي قنقر